اتهم رئيس السوري بشار الأسد في مقابلة مع تلفزيون استرالي الغربة بتطبيق المعايير المزدوجة مشيرا في الوقت ذاته إلى رغبة الحكومات الغربية في التعامل من تحت الطاولة مع النظام السوري في حقيقة الأمر هذه المعايير المزدوجة للغربة إنهم يهاجموننا سياسيا ومن ثم يرسلون لنا مسؤوليهم للتعامل معنا من تحت الطاولة خصوصا مسؤوليهم الأمنيين بما في ذلك حكومتكم جميعهم يفعل ذلك هم لا يريدون إزعاج الولايات المتحدة في الواقع أغلب المسؤولين الغربيين يكررون فقط ما تريد الولايات المتحدة منهم قولة ميدانيا قال الجيش السوري والمعارضة إن طائرة حربية سورية تحطمت شمال شرقي العاصمة دمشق وإن مقاتلين من المعارضة أسروا الطيار وقتلوه في سياق متصل أشار المرسد السوري لحقوق الإنسان إلى أن فصائل من المعارضة من بينها جبهة النصرة استعادت السيطرة على بلدة كنسبة الاستراتيجية في محافظة اللاذقية الساحلية